اوكي اسلام عليكم وبركاته معكم عمر واليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة وفكرة رهيبة واصطورية طبعا فكرتنا اليوم يا جماعة الخير فكرة جدا جدا رهيبة راح نلعب بأقوى سيف في ماينكرافت نعم نعم زي ما اسمعتم أقوى سيف وبما انه حنصير نحن مرة اوب ومرة حنلعب بسيف قوي فعشان كذا اليوم راح نواجه موتنين واحد ولا تنينين ثلاثة تنانين ولكن هذول الثلاثة التنانين ما هم زي اي ثلاثة تنانين عاديين ثلاثة تنانين تنانين خارقين اقوى من اللي لعبنا معاهم على حسب ما سمعت فاذا اجبكم المقطع يا شباب انزلوا تحت وحطوا لايك واشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين خلونا نوصل يا جماعة الخير على هذا المقطع خمسة عشر الف لايك في خمسة ساعات انتو بتقدرون واساطيروا قدها ويلا لاتس جو اوهو بسم الله يا جاعة الخير خلونا نبدأ وننطلق اوك يا جاعة الخير في البداية راح نجمع اشياء بسيطة جدا جدا خلونا نجمع اول شي الاشياء الاساسية من الفود ومعدات بسيطة وبعدين نروح ندور على السيف السيف هذا على حسب ما سمعت جدا 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 قوي واسطوري فيبغاننا نتحقق ونشوف قوته خلونا اول شي نسوي لنا هو ما اتوقع والله يحتاج نسوي بيكاكس اوك خلونا نسوي كمان بيكاكس خشب وهو اتوقع انه شي مرة كويس ونجمع لنا شوية من الفود بعد ما نجمع لنا شوية من الفود يبغى لنا ندور لنا او ماي جادي الفود يبغى لنا ندور لنا السيف هذا الرهيب اقل يا سويت والله من الحجر افضلي لانه مرة بطيء واليوم يا شباب حتكون مواجهتنا جدا 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 كوية لانه ما حنواجه بس 2 واحد راح نواجه 23 ويام فالوضع حيكون جدا 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 صعب او ماي جادي اوك اتوقع انه هذه الكمية جدا جدا كافية مرة مرة كافية فاتوقع خلاص انف خلونا الحين نخش البيت او ماي جادي هذا البيت خلينا اول شي ناخذ الاسرة لهذا تشكل و بسم الله نفتح الصندوق و بسم الله واحد اثنين ثلاثة بوب او ماي جادي يا جماعة الخير التاب مو كفي الشاشة مهي مكفية لتطويراته دقيقة للليقز والبادي والهي اوو يعني مو النسيف قوي كمان الا النسيف يديك هلث لكل جزء من دروعك يعني السراويل والبوت والهلمت و اتوقع السيف انه قوي فاشياء جدا جدا قوية فخلونا ناخذ السيف او ماي جادي او ماي جادي يا جماعة الخير والله يعطينا قلوب و سبيت يا ساتر يا عيني او ماي جادي او ماي جادي او ماي جادي او ماي جادي يا ساتر يقطع ام ام القوة يا جماعة والله مره قوي خلونا ناخذ هذا الاكل نسوي لنا فود بهذا الشكل استاك او نسوي لنا كمان هذا الاكل اتوقع انه بهذا الشكل هيكون جدا جدا كفاية يا سلام سوينا حوالي الاستاكين شي مره مره رهيب او ماي جادي يا جماعة الخير السيف جدا 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 قوي لوني شوف على الحيوانات كيف قوتها مع انو كتل عانا قوم من طاقتين من طاقتين خلو نشوف الحيوانات يا حبيبي اللوتنغ هاذ اللوتنغ مادري كم بس شوفوا كيف يدي اكل مرة كثير كرونا نرمي يا رجال ماني بخبز نحنا ناكل لحم ناكل لحم يا جماعة كل مرة خبز خبز خلاص اليوم بنطنق و بناكل لحم قاعدين نهيل يا جماعة حلو 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 كل ما هذا لمسك السيف قاعدين نهيل بما انو قاعدين ناكل أنا أعرف أنه شوي التصوير يقوم بعمل عليكم بما أنه أنا قاعد أجعل السف و أحطه و أجعله أو أجعله لكن عندما نضع السف يصير المنظر جداً مسحو لكن أنا توقع أنه كذا أفضل من أني أجعله نفسي الكثير المعتاد و صح معنا في lint و معنا الحركات البركات طيب جميل 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 نقدر نسوي aliment و نقدر نسوي فلنت على أساس نتجهز للإنثر و هنجيب بسرعة الأشياء بما أنه معنا هذا السف الخرافي وصح للأسف إنه قاعدين نحن نلعب لتحديث 1.15.2 فعشان كذا حنحاول نجيب الاندرمان من العالم الطبيعي فهذا شوي قروش يعني لكن إنه معانا لوتنج أنا معرف هذا اللوتنج كم توقعوني نكتل الاندرمانين بالكثير وحيعطينا الأغراض اللي نحتاجها برضو هذا الشي جدا رهيب وفي الحسبان المفروض ينحط طيب خلونا نحط السيف شوفوا كيف أصير بالسيف والله The Flash أصير بالسيف يا حبيبي وش هالسرعة دربت 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 ما إنه في فورشن لا خلص فليت هنا ووسيف خلونا نجيب نبع حبة فلنت وحدة فعلينا خلاص ننزل على تحت لأنه معانا كل حاجة نحتاجها لا والله مو معانا كل حاجة نحتاجها نحتاج بو ايرو لأنه هذولا 3.90 متنين واحد فاليوم حنلعب بسيفتي أكثر مإننا نلعب دعس وبسرع إننا نروح لأنه اليوم اللي حنواجههم مرة مرة حيكونوا أقوي فاح نحتاج آرم وروح نحتاج كم حاجة بسيطة أوكي حسويلي الشوفل آيرون لأنه أبغى فلنت أبغى حوالي الثلاثة حبات فلنت الأساس الفلتشنك تايبل وعلى أساس الفلنت انت ستيل ويعني على أساس أكثر من حاجة هذي فلنت فلنتتين ثلاثة بالعدد هذا الي نحتاجه الحين هالي بوي أكيد حين فللنا الفل وجبنا إش سمونه كلي كمية جدا رهيبة ففعليا حاليا ما نحتاج اللي ندور قروين او ندور الالة نتقايض معهم بالامرولد ونجيبار dead body وكذا حيكون وضعنا جدا 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 وجاء الليل ونحن للسه لم نت 죄 Learner يا ساتر يا اساتر يمن الم Detuft لما احط السيف فصدت عندي فل عرض imagination يعني ما احتاج دروع يعني هو سيف مدرمل في نفس الوقت يا ساتر والله انه مرة عضل هذا السيف سجل قم سجل قم اوكي بما انه معنى هذا السيف القوي فاتوقع ما اني ما حاخذ ارمور الا اذا لو قعت كذا ارمور في الطريق حالبسه لانه هو قعد يعطيني ارمور فما توقع ان يحتاج ارمور اعطيني الالة شوي الاساس احطها عند قروي ان شاء الله ويشتغل اوكي هذا انسان عاطل ما منه اي فايدة هنروح لخوينا هذا بسرعة ونحط الالة قدامه اشتغلي يا عيني عطنا امرلد 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 اوكي جبنا 16 امرلد اوكي هذا الشي جدا جدا رهيب خلونا نسوي كرافتينج اس سريع ونسوي التلفلتشينج تايبل يا السلام بهذا الشكل فلتشينج ونسوي فلنتنت ستيل وكذا واضحنا جدا رهيب خلونا نحط الالة قدام هذا وان شاء الله انه يشتغل اوه يشتغل يا الطيب اوه هذا وشو بي لا اوفره بجيبك اوه معنى جلد اوه لا بوي جبني امرلد جماعة كثير مرة نقدر نشتري انفينتف اروز يا ساتر يا ساتر اوكي خلينا نكسر الالة هذا على اساس يقدر يشتغل طور يا طيب اوه يبيع لنا كمان ستكس يا عيني هات بو واحد وهات اوكي ما منك فايدة فخلاص اخدنا منك الاروز الكافية الالة وعطى هاد الالة وعطنا نبغى اروز يا عيني وكذا يا جماعة صار معنا ستاك ستاكين ثلاثة أربعة خمسة ونص ستاكات اروز خلاص اتفقى هذا عدد جدا فلكي وجدا خرافي خلاص ما حد نحتاج اكثر من كذا حين الخطة يا جماعة ننزل على السريع نحاول لقينا بقعة لافا او من فوق اذا لقينا بقعة لافا وخش على النذر بدون دروع لانه فاليا ما نحتاج دروع ما انه معنا هذا السيف اللي يديك كل حاجة اتوقع انه ما نحتاج ان شاء الله حتى يا جماعة السيف من قوتها ما في ديلي كأنك تلعب على واحد ثمانية رهيب شي شي خرافي شي مجنون اوكي شكلنا حنستخدم خطة با اللي هو نحفر على تحت اوكي قاعد اسمع صوت لافا اتوقع انها على الجهة اليمين يا سلام في هذا المكان قلوني اخفض الصوت على اساس ما ازعشكم يا حبيبي لقينا اللافا لا لا اللافا مرة قليلة اوكي نبغى الايرون صراحة انا بنسوي لنا تولز ايرون لانه التولز الحجر جدا جدا تعبانا وباسم الله حطينا اللافا يا جماعة الخير اليوم راح نجرب او ماي قاد اوكي مو هنا مو هنا اوكي باسم الله نحطنا اللافا يا جماعة الخير اوكي باسم الله بسم الله الل vaig انطلق في النذر بهذا ال اريدال تكر تكر Sh pension اوكي باسم اضرب ترب طيب لماذا بالغاض اوه قلعة 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 يا جماعة الخيري تريد حضن البطل حضن الاسطوري دقيقة لا تضرب انت ترب تضرب انت الخسران فعليا فعليا انت بتضرب انت الخسران اسم السيف من يدي لانه السيف جدا 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 مهم وكل شي ححطه في اليد الثانية السيف ما راح يتغيأ حتى ممكن أحط البو في المستقبل في اليد الثانية لأنه السيف هو أهم شيء السيف يديك أرمر السيف يديك قوة السيف يديك كل حاجة مستحيل أشيل السيف من يدي يا السلام يا السلام علينا حيكون أسرع نذر دخلنا وحنطلع مننا بإذن الله يا السلام تعال تعال طلع 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 وبانا عليك كلامات يا حبيبي قتلت بلايز واحد عطاني خمسة هذا آيوف آيوف مدريع بلايز رود ما دقول أنا اللخمت والله طلع 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 مرة أكتلوا واحد ثاني وخلاص نطلع فليه نطلع من النذر في أقل من دقيقة القم القم يا حبيبي 28 بلايز رود سلام عليكم خلصنا جبنا 28 بلايز رود في أقل من دقيقة يا حبيبي والله إن هذا السيف أفضل سيف شفت في حياتي هلا بوي نطلع يلا من النذر الحين وبعد ما نطلع من النذر نحاول نجيب الاندر بيرلز الاندر بيرلز يبقالنا نلاقي صحرة هرايتي هرايتي او ماي قاد يا جماعة الخير والله يا إن السيف مرة مرة قوي حتى ممكن أحط في اليد الثانية حماية لي من التفجيرات ومن يموت أقعد أجمع وأنا أحطها في اليد الثانية والله شي مرة رهيب مرة مرة الخطة حاليا إني ألاقي اندرمان بأسرع الشكل ممكن أوك خلنا نذبح سكيلتن ونجيب كلاب أوه طلع لي بو بس ما طلع لي طلع لي أعوز والله يالكنوك باك يا جماعة كفت وين ضربت وين راح يا حبيبي على الكنوك باك أوه إندرمان إندرمان بسم الله بضربة واحدة لكن ما طلع لي ولا عين يا ساتر يا ساتر هو اللوت قوي بس لش حظي كذا سيء يا حبيبي القم شوف وين يطير يا حبيبي والله يأنهم يقلعون معرف وقل نوسيف جدا رهيب لأنه حظي جدا سيء إلى الآن ما لقد إلا الإندرمان اللي ذبحت ذاك ما طلع لي ولا حبة عنه السيف يدي لوتنق قوي يدي لوتنق جدا قوي بس وين ملاقي إندرمان وقعوا يا جماعة يبغالنا نبحر ونلاقي صحرة هو الحل الأفضل والوحيد أوكي للأسف إنه جاء الصباح وإلى الآن ما لقدت إندرمان لكن أتوقع إنه يبغالي في الوقت هذا دور لي صحرة على السريع زيس لما يجي الليلة الثانية أجيب العيون بسرعة نحن نحن نعي في هذا المرحل يا جماعة السيف عبارة عن شيرز زيس قليلاً نستطيع فقط أن نجد المدد حسناً اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة